أيها الأوفياء تحية طيب نلتقي مجددا لنصلت الضوء على مجموعة من القضايا الراهنة ومجموعة من الملفات التي تهمكم بالتأكيد وتحظى باهتمامكم اليوم سنتحدث عن ما يحدث هناك في نيويورك ولكن هناك أكيد القرار الأممي الجديد الذي صدر عن مجلس الأمن المتعلق بقضية الصحراء المغربية هذا القرار بالتأكيد أغضب أعداء الوحدة الترابية غضبا شديدا وهذا الغضب سنعود لبيان الجبهة الانفصالية ولكن هذا الغضب نعكس حتى على العاملين هناك في الأمم المتحدة وفي مجالنا في مجال الإعلام صحفي جزائري ومراسل سكاي نيوز عربية القناة التي نحترمها بصراحة والتي يعني في أخبارها في برامجها موضوعية ويعني تعبر عن الرأي الإماراتي بطريقة أو بأخرى كونها قناة إماراتية والإمارات تعلمون مساندة لقضية الصحراء المغربي بل أكثر من ذلك منذوبة الإمارات في مجلس الأمن تحدثت بإسهاب عن دعم الإمارات لوحدة المملكة المغربية الترابية وتحدثت أيضا عن القرارات الأممية السابقة والمقترح الحكم الذاتي الذي يتمتع بالجدية والواقعية والقابلية من أجل التطبيق على أرض الواقع فانظروا معي كيف أن منذوبة الإمارات وسفيرة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة تتحدث بهذه الصيغة ويأتي مراسل القناة الذي هو جزائري ليتحدث بهذه الصيغة كما نتابع كيف وجه سؤاله لسيد عمر هلال استفير الممثل دام المملكة المغربية في الأمم المتحدة وطريقة توجيه السؤال وتعبير عن الموقف الجزائري فيما يخص قضية الوحدة الترابية وأيضا الانحياز إلى الجبهة الانفصالية من طرف الصحفي جعل عمر هلال بفراسته بذكائه أن يسأل هذا الصحفي من أين هو أو أين يعمل لأي منبر فقدم نفسه وكان هذا الحوار تدعم جبهة بوليزارو في حق تقرير منصيرها طويلة وعريضة من جنوب من أمريكا الجنوبية إلى إفريق حتى أن جبهة بوليزارو عضو مؤسس باتحاد إفريقي متهمك عديد من الدول الآن السؤال لماذا في كل خطاباتكم وتدخلاتكم تتهمون الجزائر حتى أنه اليوم في مداخلاتكم ذكرتم الجزائر أكثر من ذكر جبهة بوليزارو التي هي الطرف الآخر الأساسي لماذا تخصيص اكتهامات الجزائر ممكن أن تفضل تذكر اسمك وتمثل أي شيئة سكاينوز عربي سكاينوز عربي سكاينوز عربي تتكلم اسم الجزائر تدافع الجزائر الآن لا أصحب لا ولكن أنت تمثل أخلاقيا أسأل أي سؤال أخلاقيا سكاينوز هي التي تؤدي لك تمام هي التي تؤدي لك على العمور أنا سوف أجولك لماذا تكلمت على الجزائر لأن الزائر هي الدولة الوحيدة التي خلقت البوليزاريو وسلحته ودعمته الإبنوماسيا وهي التي غير هذه السنة خصصت 6 ملايين دولار للوبيينغ من أجل البوليزاريو من أين تأتي شردمة البوليزاريو بأسلحتها؟ من تندوف أين توجد الجمهورية المزعومة؟ في تندوف أين يوجد المسؤولين على البوليزاريو؟ في تندوف من يؤدي التمن لتداكرتهم أردلتهم أصفارتهم السيجارات بتاعهم تندوف الجزائر الجزائر هي التي هلقت البوليزاريو وهي التي تمويله وهي التي الآن تدافع تدافع أهله وأنا لا لا دائم سياسي دائم سياسي نحن لا نقول الجزائر مع الحق تتكلم على تقرير المصير لا فيش هذا مبدأ كما نحن كذلك ندافع على تقرير المصير في جميع الحالة ولكن لما جزائر تؤدي نكتفي بهذا القدر إذن إياك وأن تختبر عمر هلال دبلوماسي مغربي قوي له قضية عادلة يدافع عنها ويدافع عنها وفقا للقانون الدولي واليوم هذا السؤال المستفز أعتقد بأنه عبر عما يجول في خاطر أعداء الوحدة الترابية خاصة النظام الجزائري بعد القرار الأممي الذي جاء دائما لمقترح الحكم الذاتي الذي جاء دائما دائما للموائد المستديرة سنتحدث عن تفاصيل القرار ولكن قبل ذلك لنتمعان أكثر فيما قاله عمر هلال الرجل قل أخلاقيا نحن لا نقول أخلاقيا إن أردت أن تعبر عن قناعاتك الشخصية طبعا لأن الصحفية تجرد من قناعاته الشخصية نوعا ما قد يكون له موقف ورأي ولكن لا يمكن أن يعبر عنه لأنه أولا يمثل منبر صحفي هذا المنبر لديه خط تحريري والحدث يستدعي طرح الأسئلة الموضوعية فكان عليه يعني قال له أخلاقيا لا علاقة الأخلاق بالأمر ربما قال له ميهنيا من حقي أن أطرح كل الأسئلة ولكن هناك قناة تحاسبه في نهاية المطاف إن تجاوز خطها التحريري فعلى العموم يعني ما صدر من هذا الصحفي وتحت مجهر إدارة قناته والله يعاونه كما كان قوله لأنه هنا تجرد غلبت الشخصية على المهنية نوعا ما وأصبح يعبر عن موقف الحكومة الجزائرية لبل أكثر من ذلك عبر عن غضبها وكانت إجابة عمر هلال واضحة ورقم 6 مليارات دولار التي صرفت على البوليساريو فقط خلال الآوينة الأخيرة تسليح ينطلقون بالفعل من تندوف وكان هناك أيضا حديث لعمر هلال خلال ذات ند والصحفية التي تلت اجتماع مجلس الأمن والقرار الأممي الجديد حديث عن موضوعين هامين سئلة عن تجنيد الأطفال وكيف أنه بالفعل عرض مجموعة من الصور تخيلوا معي هذه مأساة شيئنا ما بينها من هم في مخيمات تندوف محتجزين مضطهدين لا حرية لهم هناك عقوبات تنفذ بالإعدام دون أي قرار قضائي حتى وللأسف السلطات الجزائرية خولت للجبهة الانفصالية أن تأخذ القرارات التي تريد هناك للأسف من يبحث عن الذهب وغيره من المعادن فيدفن ويقتل ويحرق في حفر دون أي نزاهة دون أي محاكمة دون أي عدالة دون أي إنسانية فالأمور هناك يعني صعبة وصعبة جدا وصلت حتى جنيد الأطفال يعني قاصرين يجندونهم ويعلمونهم السلاح وإلى غير ذلك فعمر هلال ماذا أجاب صحفي أمريكي على ما أعتقد قال له حتى الرد على الصور التي قدمناها لم يكن هناك رد سواء من جبهة الانفصالية أو حتى من البوليسار من يقول بأن لا يمكن ذكر الجزائر على لسان الدبلوماسية المغربية لا بد من ذكر الجزائر بما أن حتى مجلس الأمن ذكر الجزائر يكفي القول بأن القرار الأممي 26-02 ذكر الجزائر خمس مرات والقرار الأممي الحالي أيضا الجديد ذكر الجزائر كم مرة وأشار إلى الجزائر كطرف في النزاع وعليها أن تشارك في الموائد المستديرة وعلى الجزائر وكل أطراف أن تيسر مهمة المبعوث الأممي ستفن ديمستورا فكيف يمكن لي أن تقول لي أن البوليساريو التي هي صنيعة الجزائر ومدعومة من الجزائر وكما قال السعمر هلال يعني الرحلات الطائرات يعني السي وميساج السي ابن بطوش غالي حتى حفل ختان ربما يمشي يحضر له إن كان فيه كاميرات وفيه صور بايش يقولوا نحن موجودون نحن نستقبل نحن نودع يستقبلوننا على بساطة أحمر وللأسف الدول التي زورتموها حولتموها إلى خراب كما حدث مؤخرا في تونس في قمة تيكاد يعني أفشلت القمة بسبب رعونة الرئيس التونسي قيس السعيد واستقباله للمدعو غالي وبعد ذلك يعني لم تجني تونس شيئا واليوم نشاهد النخبة السياسية في تونس كيف تتحدث عن الخسائر التي تتكبدها تونس بسبب هذه السياسة وفي نفس الوقت بسبب خلق خلاف مجاني مع المملكة المغربية التي لم تكن تعادي تونس عمر هلال وضح كثير من الأمور ولكن أنا أريد أن أقول لكم أن هذا الغضب اليوم الجزائري الذي انعكس على ذلك المراسل الصحفي الذي خطأ يعني أخطأ للأسف خطأ عمره غضب غير مبرر ولكن جد لأخيك عذرا القرار الأممي ثمن كل المكتسبات الدبلوماسية المغربية وهذا القرار الأممي الذي جاء يعني مبنيا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش وتقرير الأمين العام كان واضحا يعني استند إلى أيضا رئيس بعثة المينورسو اللي هو إيفانكو تخيلوا معي أن شردمة البوليساريو يعني قطعت الإمدادات على بعثة المينورسو هناك ظروف صحية قاهرة كانت لأعضاء البعثة هذه بعثة الأمم المتحدة التي اليوم تعاني شرق الجدار وهناك استفزازات متكررة من جبهة البوليساريو هناك حتى صلاحية المعدات التي تبحث عن الإصلاحات إلى غير ذلك وبعض المواد والقوافل الخاصة ببعثة المينورسو لا تصل أو تتعرض للعرق لا وتؤخر لمدة زمنية معينة من طرف الجبهة الانفصالية فكانت إشارة إلى ذلك كانت إشارة أيضا إلى الوضع الإنساني الصعب إلى قطع الإمدادات الإنسانية وحتى سرقت مجموعة من المساعدات التي تصل إلى المخيمات فصدقوني وناس يطمعون في أغذية في أدوية في أغطية تصل إلى المحتجزين هناك في مخيمات تندو فماذا تنتظر منهم هذه الأمور كلها بالإضافة إلى الحث على ضرورة استئناف الموائد المستديرة الموائد المستديرة بتصويت وصل إلى 13 عضو في مجلس الأمن وحتى فرنسا التي كان يعول عليها للأسف نظام تبون حسب التقارب الذي حدث مؤخرا والزيارة وزيارة رئيسة الحكومة بوفد رفيع المستوى كان يعول على فرنسا أن تعارض القرار ولكن فرنسا لم تعارض القرار صحيح المندوب الفرنسي لم يأخذ الكلمة كما جرت العادة ولكنها لم تعارض القرار بل صوتت بنعم على القرار 13 عضو عرضت روسيا وامتنعت روسيا وكينيا روسيا قد نتقبل وشرح عمر هلال لدائي للتكرار شرح أن الناس ستذكر أن القرار قد اتخذ ولم تتذكر من عارض ومن كان مع ولكن الإجماع اليوم على مقترح الحكم الذاتي على ضرورة استئناف الموائد المستديرة وهذه هي مهمة ستيفن ديمستورا ربما يجيب جولة أخرى للمنطقة يشرح القرار لكل من الجزائر لموريتانيا وأيضا للمملكة المغربية وقد يلتقي بابن بطوش ولكن المرحلة المقبلة هي مرحلة الجلوس على طاولة المفاوضات ليس للتفاوض على الصحراء لا سمح الله المغرب لا يفاوض على صحرائه ولكن ستكون المرحلة المقبلة من أجل عقد مفاوضات على آلية لتنزيل الحكم الذاتي هو المطروح على الطاولة اليوم وهو الذي تضمنه القرار السابق السنة الماضية وهو الذي تضمنه هذا القرار أيضا كآلية للتفاوض ما بين الأطراف المعنية بما فيها الجزائر التي هي طرف معني بهذه القضية فقط بقي الإشارة إلى أن نقول أن هناك تسريب لمعلومات كثيرة جدا وهناك أدلة على أن إيران سربت طائرات الدرون للجبهة الانفصالية والمغرب واضح في هذا الأمر أي استخدام شرق الجدار في المنطقة العازلة لهذه الطائرات المسيرة فالمغرب لن يصمت لن يصمت أبدا بل سيكون الرد قاسي وقاسي جدا المهم رسائل عمر هلال كانت واضحة وأيضا رسائل المنتظم الدولي لإعداء الوحدة الترابية للجبهة الانفصالية كانت هي الأخرى واضحة والمكاسب المغربية الحمد لله التي تتحقق دبلوماسيا ها هي تتكرر هناك في نيويورك في مجلس الأمن بما يعني أنه كما تقول الدبلوماسي المغربي بأن ملف الصحراء المغربية في طريقه إلى الطي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر